موسيقى نرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سواعد أمل رحل حرب الدائرة في سوريا خلفت وراءها جيلا من الأطفال المحرومين من التعليم أو المتسربين من المدارس ما بات يشكل آثارا سلبية وخطيرة على مستقبل المجتمع السوري ولتجاوز هذه الأزمة عملت عدد من المؤسسات والمنظمات على سد هذه الثغرات في القطاع التعليمي من خلال برامج خاصة بوضع الطالب السوري من بينها رابطة العلماء السوريين وهي إحدى منظمات المجتمع المدني السوري المسجلة في تركيا أصولا والتي نستضيف منها اليوم المدير التنفيذي لفرع الرابطة في مدينة غازي عنتاب التركية الأستاذ سمير صالح أهلا وسهلا بك سنتوقف أستاذ سمير مع المادة التالية وهي تقرير تعريف قصير عدته الرابطة ثم نعود لمتابعة حوارنا لم يكن قيام الثورة في سورية وليد صدفة بل كان نتيجة حتمية لإجرام امتد عقودا من الزمن فمن سبعينيات القرن الماضي بدأت الجريمة وفي المهجر كانت ولادة رابطة العلماء السوريين التي هي إحدى منظمات المجتمع المدني السوري وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبدأ نشاط الرابطة بتأسيس الموقع العلمي الدعوي على الشبكة وإصدار مجلة البشار وحين قامت ثورة الشام المباركة والتي قابلها النظام الظالم المجرم بالقتل والتخريب ومع زيادة الإجرام والقتل والتهجير بدأت رحلة النزوح إلى بلاد الجوار وتنوعت المخاطر والاحتياجات فقامت الرابطة بدورها في الدعوة والتعليم ورفع الجهل والأمية من خلال المشاريع المتنوعة ومنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعوة فعمل لجنات النعيم وطيبها أنعم بدار الخلد والرضوان كل هذه المشاريع التي تقوم بها رابطة العلماء السوريين على امتداد الداخل السوري وبلاد المهجر تسهم في بناء جيل مؤمن هو جيل النصر القادم بإذن الله تعالى جدد الترحيب بك سيد سامير شاهدنا في التقرير لمحة سريعة عن أعمال الرابطة لو تحدثنا قليلا بشكل أكثر تفصيلا عن طبيعة عملكم والمناطق التي تغطونها في نشاطاتكم سواء كانت في الداخل السوري أن خارجها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أختي الفاضلة رابطة العلماء السوريين هي هيئة علمية دعوية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وهي من منظمات المجتمع المدني وتتعاون وتتبع إلى منظمات مؤتمر العالم الإسلامي هذه الهيئة التي قامت في عام 2006 من جملة من الإخوة الدعاة الذين كان لهم قدم السبقي في خدمة قضايا الأمة قديما وحديثا حقيقة تنادى هؤلاء في بداية الثورة في عام 2011 إلى إنقاذ أبناء الأمة في سوريا فكان لهذه الرابطة نشاطات متعددة وكثيرة جدا بدأت بسيطة ثم نمت يوما بعد يوم في كل بقعة من بقاع سوريا وأرض المهجر التي كان فيها نازحون سوريون فتوزعت أعمالها ما بين سوريا وتركيا ولبنان والأردن لديكم نشاطات علمية وتعليمية كما لاحظنا في التقرير الذي عرض قبل قليل ولا شك بأن لها أهمية كبيرة في ظل انقطاع عدد كبير من الأطفال عنها هل لديكم إحصائيات عن عدد المتسربين من التعليم أو فاقضي التعليم وهل استطاعت الرابطة أن تغطي احتياجاتهم سواء داخل سوريا أو خارجها حقيقة أن ما جرى في سوريا ليس غائبا عما يجري في المجتمع الدول عموما وهذه السياسة التي تعتبر سياسة الدول المتحضرة اليوم سياسة دول الاستعباد سياسة الهيمنة وسياسة الإفقار والتجهيل إفقار الشعوب وتجهيلهم إفقار الشعوب يسهل عملية الاستعباد وتجهيل الشعوب يسهل عملية ضياع الهوية هذه حقيقة ممارسات قديمة حديثة بدأت من زوال الدولة العثمانية الإسلامية ثم قيام دولة إسرائيل وهي أمر مستمر حتى اليوم وفي كل يوم نشهد بقعة جديدة من بقاع المسلمين تعيش هذه الكوارث المتسربون من التعليم حقيقة ما بين الداخل السوري والخارج السوري أعداد كبيرة جدا ولعلها لا تحصى بإحصائيات رقمية دقيقة ذكر في مرحلة سابقة أن قرابة ثلاثة ملايين سوري فقدوا التعليم كليا أو جزئيا الحقيقة الرابطة سارعت وساهمت سريعا مع بدايات الأزمة السورية لإنقاذ ما تستطيع إنقاذه والرابطة هي مؤسسة وليس الدولة حاولت الرابطة بفضل الله تبارك وتعالى أن تنشط في كل الدول المحيطة بسوريا وفي الداخل السوري أيضا فكان لها إسهامات بإنقاذ ما يزيد عن سبعين لثمانين ألف طفل من الأمية المحضة علمتهم القراءة وبدأت إنشاءهم لإعادة تأهيلهم للمدارس من جديد في التقرير أيضا تحدثتم عن وجود مكتب علمي وآخر تعليمي ما الفرق بينهما وما هي النشاطات التي يقوم بها كلا المكتبين المكتب التعليمي له مهمات خاصة والمكتب التعليمي له مهمات خاصة أيضا المكتب العلمي من مهماته إصدار الكتب والمطويات والمطبوعات بأنواعها وكذلك الدورات العلمية التي ترفع مستوى الوعي عند أبناء الأمة لهدف أساس نحن نريد اليوم إنقاذ الفرد المسلم إنقاذ الأمة المسلمة وإنقاذ الفرد يكون برفع سوية الوعي عنده فالمكتب العلمي حقيقة ألف ما يزيد عن عشرة كتب نسخت بقرابة 180 ألف نسخة هذه الكتب تقرأ في كل مكان تعمل فيه الرابط والرابطة منتشرة حوالي 40 ألف طالب لها تقرأ هذه الكتب على الطلاب جميعا ويكون فيها نشاطات علمية وتربوية وتعليمية هذا باب الكتب أيضا المطويات المطوية هي كتاب مصغر أيضا ألفنا ما يزيد عن 8 إلى 9 مطويات نسخت بأكثر من 200 ألف نسخة أيضا وأيضا هذه المطويات تعلم في كل مكان للرابطة دورا وعمل فيه عندنا شهريا يصدر عن الرابطة مجلة تسمى مجلة الحائط مجلة الحائط توزع بمئتي مركز ما بين سوريا وتركيا أيضا يطلع عليها قرابة 30 إلى 40 ألف إنسان أحد قيل أن أحد نشاطات طبعا هذا المكتب العلمي أما المكتب التعليمي وهو الأساس حقيقة الذي نبني عليه نهضة الأمة في المرحلة القادمة المكتب التعليمي يضم مدرسة شرعية كبيرة لنا بفضل الله تبارك وتعالى في تركيا تضم حوالي 450 طالب وطالبة كما دعمت الرابطة حوالي 20 مدرسة طبعا لمرة واحدة لسنة واحدة ومن الأنشطة أيضا التعليمية عندنا معهد مكة للعلوم الشرعية وهذا معهد كبير ومتكامل معهد مكة يضم حوالي 1480 طالبا في سوريا وتركيا في حوالي ثمان محافظات في تركيا وفي محافظتين في سوريا وفي عشرة مخيمات في تركيا تعليم شرعي أكاديمي ما بعد الثانوية وبفضل الله نحن نشهد قريبا بإذن الله تخرج الدفع الأولى من طلاب هذا المعهد إن شاء الله تعالى مجلة سلام وسلمة إحدى الإنجازات المهمة للرابطة لو تحدثنا عنها وعن طبيعة المواضيع التي تتناولها المجلة وعن أيضا عدد النسخ وأماكن التوزيع مجلة سلام وسلمة حقيقة تعالج الحالة القيمية والأخلاقية عنيت بالذات في الطفل المهجر في المخيم في الأماكن التي يعيش فيها الإنسان فعلا حالة من الصعوبات الكبيرة جدا فحاولنا أن نعالج حالة قيمية حالة أخلاقية من خلال أبواب المجلة في أبواب المجلة الباب الأول علاقة ما بين أخوين صغيرين جميلين سلام وسلمة يتناقشان في قضية عامة في كل عدد عندنا قضية معينة إشكال يحدث بينهما ثم نأتي بحل من الوالد أو من الوالدة أو من المعلم في المدرسة هناك مشكلة وحل دائما عندنا طفل جميل أيضا يسمى هادي وهو حلال المشاكل نسميه حكيم الأطفال هذا في كل عدد من الأعداد أيضا تواجه الأطفال في المدارس وفي الأماكن اللجوء مشاكل كثيرة جدا نسلط الضوء على مشكلة من المشاكل تحلوا من خلال هادي طبعا في كثير من الأبواب منها المسعف الصغير التعليم الإسعاف الأولي في ربط بتاريخنا في كل عدد من الأعداد مسجد من مساجد البلد أثر من آثار البلد نعلم هذا الطفل أنك مربوط بتاريخ أنت لست ابن المخيم لست ابن اللجوء لا لا أنت ابن تاريخ عريق فهذه المجلة حقيقة أيضا توزع حتى الآن حوالي سبعين ألف نسخة وزعت منها على قرابة ثلاثين لخمسة وثلاثين ألف طالب ولازلنا بفضل الله تبارك وتعالى نصدر وعندنا الآن عدد جديد بإذن الله سيصدر قرابة خمسة عشر ألف نسخة إن شاء الله بالعودة لمعهد مكة لو تحدثنا عن التخصصات ضمن الشريعة للسادة المشاهدين حقيقة معهد مكة هو كما أسلفنا معهد علمي شرعي أكاديمي متخصص بعد المرحلة الثانوية يحاضر فيه قرابة المئة وعشر مدرسين نسبة كبيرة منهم من الدكاتر الجامعيين سلطنا الضوء على العلوم الشرعية الأساسية التي تعلم في كل المدارس والجامعات الشرعية سواء في جامعة دمشق سابقا أو في غيرها وزدنا ما كان يمنعه الطوات قديما نريد لأبناء المجتمع اليوم أن يتنوروا نريد اليوم أن نعانق ونناقش معاني الفهم الخلاف الآخر الحضارة الأخرى العلاقات مع الآخرين نريد أن نفهم معنى السياسة التي حجبنا عنها لسنوات طويلة حتى نشأ في المجتمعات طبقة الستقراطية هي التي تهيمن دائما والمجتمع لا خادم لهذه الطبقة لا نحن اليوم نريد فعلا أن نحرر طبقة كبيرة من أبناء المجتمع يحملون ثقافة عالية جدا منفتحة جدا تستوعب الآخر تتحاور مع الآخر ولكنها لا تذل من الآخر هل له تخصصات ضمن الشريعة أم هو فقط لا هو معهدون شرعيون فقط نعم لديكم أيضا مكتب للفتوى ما هي طبيعة هذا المكتب وما الداعي له في ظل وجود المجلس الإسلامي السوري الذي يعد مظلة للرابط أولا يجب أن ننتبه أن الرابطة قديمة قبل المجلس الإسلامي بكثير من السنوات أنشئ مجلس الإفتاء في الرابطة لحل القضايا العامة للأمة وكانت الرابطة شبه مرجعية في الأمة الرابطة ساهمت وكانت العنصر الأكبر في إنشاء المجلس الإسلامي السوري بفضل الله تبارك وتعالى الآن بعد وجود المجلس الإسلامي السوري الرابطة تفتي ولكن في القضايا الجزئية اليومية أما القضايا العامة قضايا الأمة لا هذه من تخصص المجلس الإسلامي والذي نحن من أعضائه كرابطة نعم سنتوقف قليلا مع تقرير أجرته قناة حلب اليوم عن مصابقة حفظ القرآن الكريم التي أجرتها الرابطة مؤخرا نشاهد ما نعود كلام قديم لا يمل سماعه إجلالاً وتعظيماً له أقامت رابطة العلماء السوريين حفلاً لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم حيث شارك فيها عدد كبير من المتسابقين مؤسسات وأفراد هذه المسابقة القرآنية الرابعة التي تقيمها رابطة العلماء السوريين في سوريا وفي تركيا بفضل الله تبارك وتعالى هذه المسابقة دخل فيها حوالي 1800 طالب وطالبة تعميزت بحضور جميع المؤسسات الدعوية والقرآنية في سوريا وفي تركيا التي تعنى بالشأن السوري حضر هذا الحفل عدد كبير من السوريين وفي مقدمتهم شخصيات رسمية سورية وتركية كذلك حضره ممثلون عن بعض الروابط والمؤسسات الدولية المعنية بالقرآن الكريم ليقطف الحاضرون ثمرة جهود كبيرة بذلها جنود مجهولون على مر الشهور السابقة طبعا هذه الاختبارات بدأت من أشهر وتقدم الكثيرون من مختلف المناطق والقطاعات في الداخل السوري وفي أيضا في المخيمات في تركيا دارة الشؤون الدينية بفضل الله كان لهم الدور الأكبر في إنجاح مثل هذه المشاريع من حيث يعني أو شيء تأمين العذونات اللازمة والسماح بهذه المشاريع في مختلف المناطق سواء في المدن التركية أو في المخيمات التي لجأ إليها أخوارنا السوريون من مختلف المناطق واستعرضت الرابطة خلال الحفل أبرز نشاطاتها وإنجازاتها ومنها برنامج القراءة السليمة أو ما يعرف بالجزء الرشيدي الذي أصبح متوفرا على أجهزة الجوال تميز الحفل بتقديم عدد من الفقرات الهادفة ليختتم بعدها بتكريم الحفاظ البالغ عددهم 13 حافظا وحافظة والذي سيعقبه حفل آخر للفائزين من المتسابقين في الداخل السوري أستاذ سمير ما هو سبب عنايتكم بالقرآن الكريم تحديدا وما هي الغاية المرجوة من هذا الاهتمام أختي الكريمة لو أردنا أن نتساءل ما هو الذي يجمع الأمة هل اللغة فعلا؟ هل التاريخ فعلا؟ نحن قرأنا التاريخ جيدا وقرأنا الواقع جيدا ما جمع الأمة إلا القرآن لذلك ربنا تبارك وتعالى قال لنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم عزكم أفلا تعقلون قال لنا في القرآن أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون القرآن هو الذي جمع الشتات ونحن نعول على القرآن بجمع قريب لهذا الشتات لن يجمع قلوب الأمة لن يجمع أهداف الأمة لن يجمع أفكار أبناء الأمة إلا القرآن بتعاليمه ربنا تبارك وتعالى يقول لنا في السورة الأولى من القرآن بعد سورة الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نحن نريد اليوم أن نصنع هذه التقوى نسأل الله أن نكون أهلا لهذا وهذه التقوى لا تأخذ إلا من القرآن ومن تعاليم القرآن نهتم بالقرآن لأن القرآن يهتم بالأمة ويجمع الأمة عموما وهناك كثيرون يقولون أن الفهم الصحيح للقرآن وتعاليمه أهم من الحفظ ظهر عن قلب هل تهتمون بهذا الجانب خاصة وأن بعض الأشخاص يعتقدون أن التحفيظ بهذه الطريقة ليس إلا إضافة نسخة جديدة فقط تمام هذا الكلام أختي الكريمة لمن لا يعرف ماذا نفعل نحن مع القرآن أولا نحن لا نعنى بالحفظ نحن نعنى بالفهم طالب القرآن عندنا بفضل الله تبارك وتعالى يمر بثلاث مراحل حتى يصل إلى مرحلة تسمى مرحلة حفظ القرآن الكريم المرحلة الأولى فيها ضبط القرآن وهذه تستمر فترة طويلة في هذه الفترة السنويا وهذا أحب أن أدقق عليه سنويا يُعطى الطالب تسعمائة حصة درسية غير القرآن عم نحي عن أربعين ألف طالب يُعطى الطالب تسعمائة حصة درسية لست مواد مختلفة هذه المواد يُمتحن امتحانا كتابيا كل شهر مرة فيها إذن نحن لا نعنى بحفظ حروف القرآن بل نعنى بلب القرآن فهما وعلما وسلوكا نحن لا نريد نسخا من القرآن الكاسيتات تقدم لنا نسخا من القرآن والسيديات تقدم لنا نسخا من القرآن نحن نريد رجلا وعى القرآن لذلك بفضل الله تبارك وتعالى أنا أصمع كل من يعرف عمل الرابطة من الإخوة أو من لا يعرفه أننا نعنى حقيقة بأن نصل إلى المسلم المتدبر الواعي للقرآن الكريم لا نريد إنسانا يقرأ القرآن ثم يعود ذليلا عند الطغاة ولا نريد إنسانا يقرأ القرآن ثم يكون من الغلاة فيسفك الدماء لهذا نحن عم يقول أثر في قضية الفهم معاني القرآن الكريم بفضل الله تبارك وتعالى ونعول على العدد الكبير من الطلاب أنه نحن عندنا سواد أعظم بالمرحلة القادمة هو واعي للمرحلة التي تعيشها الأمة فاهم لمعاني ومضامين القرآن يستطيع أن يؤسس لمستقبل مشريقا للأمة بإذن الله كم يبلغ عدد المستفيدين من دورات تحفيظ القرآن وما هي الشرائح المستهدفة؟ حقيقة نحن كما أسلفت أن المراحل عندنا متعددة المرحلة التعليم العربية السليمة والتي ربما نصل إليها لاحقا هي مرحلة أولى المرحلة الثانية نسميها مرحلة السفرة مرحلة السفرة استفاد منها 120 ألف طالب وهي ضبط القرآن الكريم كاملا قراءته مع الضبط مع تلك الامتحانات التي أخبرتك عنها المرحلة الثانية هي مرحلة حفظ القرآن الكريم يسميها مرحلة الماهر وهذه مرحلة نخبوية عالية بعد ضبط القرآن وفهم القرآن بشكل كامل يبدأ الطالب بمرحلة حفظ القرآن الكريم طبعا طلاب المهر عندنا قرابة الآن عندنا فريق سيتخرج حوالي مئتي طالب يحفظون القرآن مع علوم القرآن بفضل الله تبارك وتعالى كما أنه عندنا مرحلة ثالثة بعد ذلك هي مرحلة الترجمان ومرحلة رابعة بعد ذلك هي مرحلة المقارئ القرآنية والتي تقرئ بالقراءة العشرة كل هؤلاء يخضعون لامتحانات شفهية وتحريرية علمية ما سوى القرآن الكريم لكن الشرائح المستهدفة هل هناك عمر معين أم من يريد نحن نبدأ من عمر ثماني سنوات المركز عندنا ما بين ثمانية إلى عشرين سنة ولكن هناك شرائح كبرى خلينا نسميه يوم الكبار في السن نعتني بها بحلقات خاصة أما ما نستهدف حقيقة ما نعول عليه المرحلة القادمة للأمة هي هذه المرحلة من ثمان سنوات إلى عشرين سنة ذكور والإناث على حد سواء ودائما الإناث لهم الحظ الأوفر 65% من أعمالنا في الحلقات وفي معهد مكة وفي المدرسة الشرعية 65% إناث نعم لاحظنا بأن لديكم أيضا اهتمام باللغة العربية والقراءة السليمة كما قلت قبل قليل لو تحدثنا عن مشروع محو الأمية أو القراءة السليمة كما تطلقون عليه وكما شاهدنا في التقرير حقيقة هذا المشروع يسمى مشروع اقرأ وربك الأكرم مشروع تعليم العربية السليمة لأبنائنا الذين خرجوا من المدارس أو لم يدخلوا المدارس أصلا حقيقة من تم تعليمهم بشكل منتظم وتخريجهم بشهادات معتمدة يزيدون عن سبعين ألف طالب وطالبة بفضل الله تبارك وتعالى هذه مرحلة من المراحل المرحلة الثانية نحن نعنى الآن بالمعلمين أنفسهم نعلم نجري دورات تخصصية للمعلمين من أجل انتشار هذا العلم في كل مكان لا يكون هذا العلم حكرا على الرابطة ولا على غيرها إنما ينبري له المخلصون من أبناء الأمة في كل مكان تقريبا عندنا أربعة آلاف ومئة معلم خضعوا لهذه الدورات وهم متشرون في كل مكان يعلمون بغير اسم الرابطة بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الله مؤخرا قمتم بتوقيع اتفاقية مع الأوقاف الدينية التركية بخصوص الإدارة الدينية للمناطق التي تعرف بدرع الفرات في شمال السوري لو تحدثنا عن هذه الاتفاقية وأهميتها باختصار شديد هذه الاتفاقية حقيقة عبرت عن ثقة كبيرة من الإخوة الأتراك وأيضا من الإخوة في الداخل السوري بفضل الله تبارك وتعالى بالمنهجية العلمية التتابعية للرابطة لها نظام داخلي ومنهجية علمية مترادفة تتابعية هذه المنهجية التي أسست لجيل أظنه جيل جيد بفضل الله في المرحلة الماضية هي من دعاء الإخوة الأتراك والإخوة في الداخل السوري إلى التعاقد مع الرابطة من أجل العمل في المرحلة القادمة في منطقة درع الفرات من منطقة الباب إلى منطقة عزاز إلى غيرها بفضل الله إلى جرابلوس كل هذه المناطق الآن تخضع إلى قانون نظام تعليمي واحد متكامل من مرحلة الثماني سنوات وما بعدها تكون الرابطة لها الإشراف العلمي على هذا العمل والأخوة الأتراك والأخوة في الأوقف في داخل سوريا أيضا لهم الإشراف الإداري على العمل متكامل لديكم أيضا مشاريع ودورات توعوية ودعوية لو تحدثنا عن أهميتها الآن وخصوصا في ظل فقدان المرجعيات وانتشار أفكار الغلو والتفكير بين أوساط المجتمع بالنسبة لهذه الدورات نحن نسميها دورات التحصين سلسلة التحصين والبناء هي سلسلة من خمس دورات هذه الدورات بفضل الله قمنا فيها مبكرا من أجل بث الوعي عند جمهور المسلمين عامة ونفذناها بفضل الله في سوريا وفي تركيا وفي أوروبا أيضا هذه الدورات كان لها إسهام كبير في ضحض فكر الغلات الذين يقولون بأن فكرهم هو الفكر الصحيحة وهو الفكر السائد أو أن للأمة وجهة نظر واحدة لا تتعدد ولا تختلف حقيقة كان لدورات التحصين والبناء السهم السبق الكبير جدا في إنقاذ الكثير من شباب المسلمين من فكر الغلو والغلات وأيضا من فكر الانبطاح للأنظمة الحاكمة المستمدة نعم أشكرك جزيلا شكر الأستاذ سمير صالح المدير التنفيذي لفرع رابطة العلماء السوريين في مدينة غازي عنتاب التركية لوجودك معي في هذه الحلقة بارك الله فيكم وأحسن إليك أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج سواعد أمل لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة